فجاءت هذه الأبيات متضمنةً لعقيدة السلف بدأها بقوله تمسك بحبل الله تمسك أيها المسلم بحبل الله الذي هو القرآن والسنة هذا أخذم من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرَّقوا ومن قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فهذا البيت مأخوذ من القرآن والسنة وهو الأمر بالتمسك بحبل الله حبل الله والقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعبارة أخرى تقول حبل الله هو وحيه هو وحيه الذي أنزله على رسوله سواء كان قرآنًا أو سنةً هذا هو حبل الله سبحانه وتعالى تمسك بحبل الله يعني اعتصم به كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضى لكم ثلاثاً أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم هذه الثلاثة منها وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا لأن الاعتصام بحبل الله يقي من الافتراق والاختلاف فلا يحصل الاختلاف والافتراق إلا بسبب عدم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كافتراق واختلاف أهل الكتاب مع أن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل لكن لما لم يعتصموا بحبل الله تفرقوا واختلهم ولهذا قال وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واختَلَهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ هذه طريقة الكتاب أنهم تركوا كتاب ربهم فتفرقوا وهذه نتيجة حتمية لكل من لا يأخذ دينه وعقيدته بالذات من كتاب الله وسنة رسوله فإن النتيجة الاختلاف والتفرق فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً وكل حزب بما لديهم فريحون وكل أحدث له مذهباً ومنهجاً لا يوافق منهج الآخر ومذهب الآخر فحصل بذلك فتنٌ عظيمة وشرورٌ كثيرة فلا عاصمة من هذه الفتن وهذه الاختلافات وهذه الملاحات بين الناس إلا بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لسي ما في الأصل والأساس وهو العقيدة التي يجمع الله بها بين الناس كما قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم